بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أحبابي نبدأ اليوم إن شاء الله بشابتر 4 فصل المحاليل والتأبير عن التراكيز بالبداية نأخذ فد مقدمة المحاليل مهمة في الكيميا خاصة المحاليل اللي هي طبعا المائية لماذا المحاليل المائية هي المهمة لأنها هي وسط التفاعل الكيميائي تساعد في حدوث التداخل بين المواد المتفاعلة بين المواد التفاعل بين المواد التفاعل نجي إلى أول شيء تعريف Define solution أعرف المحلول شوية نحاول نحفظ نركز عليه Define solution It is a homogeneous mixture هو خليط Homogeneous mixture خليط متجانس Homogeneous Composed يتألف من المواد التفاعل والحكيميائي من أثنان أو أكثر مادتين أو أكثر من المواد التكون نقية pure substance Okay Having no chemical reaction between them لا يحدث بينهما التفاعل كيميائي Having no chemical reaction between them The substance with majority المادة اللي تكون كميتها اكبر بالسوليوشن نسميها المذيب عند ماتيريال اللي تكون وجودها اقل لسوليوشن تدعى بالمذاب بس نعيد التعريف شوي نركز عليه طبعا السوليوشن المحلول هو عبارة عن سوليوشن زادا سوليوشن المذاب زادا المذاب شوي نتبهو التعريف نعيدة من جديد هو خليط متجانس يتقلف من اثنان او اكثر من مواد نقية لا يكون بينهم تفاعل كيميائي المادة اللي تكون كميتها اكبر بالسوليوشن بالمحلول نسميها السوليوشن ما هي انواع المحليل ادنا اول شي الصلب في سائل طبعا اذا نضع الطعام صلوب كليورايد لا مادة صلبة النضابة في سائل هذا يمعنى الصلب في سائل محلول ملحي ايضا هاي مادة صلبة صوديوم هيدروكسايد وراح نحصل بمحلول شنوى بمعنى محلول قائدي الثاني شي عندك اذا بت سائل في سائل اخر اذا بت سائل في سائل اخر لخصوいたرية محلول اللحظة اذا محلول الثالثة الناس خطوص الثالثة الثالثة اذا بت معلول الحمضة العيدوكوهد محلول حمضي جاينا من إذابة لوط جاينا من إذابة غاز مذافوكوهد سيكون محلول محلول الهيدروكلوريك اسيد. واضح ماما؟ هذه بالنسبة الى اول ثلاثة انواع. نأتي النوع الرابع. نضيف غاز في غاز. يعني غاز في غاز. تخيل شون يعني غاز يدوبه بغاز. ابسط من اهام. قلنا لازم يكون هومجينيس يعني متجانس. شنه متجانس؟ متجانس بمعنى ما تميز المذاب عن المذيب. يعني لدرجة انه شدة التجانس بينهما بالذوبانية. ما تقدر تتميز واحد عن الاخر. اوكي فهنا هنا المثال على اللي انه تم تميز احد عن الاخر بالغاز طبعا الهواء. اوكي انت تلاحظ الهواء الجو يعني تميز غاز عن اخر غاز النيتروجين عن غاز الاكسجين عن نتانوكس دي الكاربون. لا طبعا ما تميز. اذا هو هذا المثال على مادة صلبة اذوبها بمادة صلبة شون مادة صلبة شون يعني ذوب بمادة صلبة شون يعني ذوب مادة صلبة اخرى. اه طبعا اذا خلي ببالك اه المواد الصلبة مثل السباك المعدنية مثل النقود. اوكي هذاني شون تتحول يعني الذوب طبعا عميتي انصهار تصهار هيدا تحت درجة حرارة جدا عالية. فتنصهر. من تتنصر تصير سائلة نقدر نمزج مادة دويها ثانية وبعدها من التبرد ترجع تكون في واحدة دايبة بالثانية. اوكي. فهنا عندك solid solution in another solid. مثل منو؟ مثل various alloys. various alloys. السبائك المختلفة. mostly coins. النقود المعدنية. and gold alloys. gold alloys عندك سبائك الذهب. اوكي. لا تنسى ملاحظة مرة ثانية نعيتها. انه the most important solution. اهم المحاليل هي liquid solution. المحاليل السائلة. اوكي. liquid solution. اوكي. نجي الى nature of solution. طبيعة المحاليل. nature of solution. solution. names of solution vary. تسمية المحاليل vary according. vary هنا معناها تختلف. according to. اول شي عندك. the amount of the solvent and solute. حسب كمية المذيب والمذاب. اذا تختلف التسمية حسب النقطتين. النقطة الاولى. the amount of dissolving process. حسب طبيعة عمليات الذوبان. nature. طبيعة dissolving process. عملية dissolve. الاذابة مالتنا. اوكي. اذا تختلف تسمية المحاليل حسب اولا. amount of solvent and solute. كمية المذاب والمذيب. ثانية. nature of. حسب طبيعة عمليات الاذابة. اوكي. نبدي باول انواع المحاليل مالتنا. saturated. saturated solution. محلول شنو saturated. مشابق. اوكي. is the solution. is the solution. which contains. يحتوي greater amount. greater amount of solute. solution. افوان. saturated solution. هو solution محلول. يحتوي greater amount of solute. اكبر كمية من المذاب. and the solvent. والمذيب. can dissolve no more. can dissolve no more. لا يستطيع اذابة كمية اخرى. of solute. من المذاب. at the given temperature and pressure. في الدرجة الحرارة المعطات. and الضغط. اوكي. اذا هو المحلول المشابق. هو المحلول الذي يحتوي اكبر كمية من المذاب. ولا يمكن للمذيب اذابة كمية اخرى من المذاب. في نفس درجة الحرارة. اللي. والضغط اللي منطينا ياها. اوكي. يلا نقيتها. saturated solution. is the solution. which contains. contains a greater amount of the solute. and the solvent. can dissolve no more. of solute. at the given temperature and temperature. اوكي. هاي بالنسبة الى اول شيء. اللي هو من هو. saturated solution. نجي على النوع الاخر. واللي هو. super. okay. super saturated solution. محلول فوق المشابق. super saturated solution. فوق المشابق. is the solution. when the amount of the solute. كمية المذاب. is greater. اكبر. in any solution. that. في اكبر من قابلية المحلول على الاذابة. is greater. in any solution. that the solvent able to dissolve. كمية المذاب. هنا اكبر من قابلية المذاب على الاذابة. يعني رح يضوب اكثر من كمية طبيعية. اوكي. ولهذا هو اسمه supersaturage. فوق المشبع. that the solvent is able to dissolve it under normal conditions. تحت الشروط الطبيعية. اوكي. نرجع نعيد. او تحت الظروف الطبيعية. نرجع نعيد. supersaturated solution is the solution. when the amount of the solute. when the amount of the solute. when the amount of the solute. is greater. in any solution. that the solvent is able to dissolve. اوكي. that the solvent is able to dissolve it. under normal conditions. تحت ظروف الطبيعية. اوكي. نجي الى النوعية الثالثة من المحاليل. نوعية الثالثة من المحاليل. هي unsaturated. محلول شنو؟ unsaturated غير مشبع. unsaturated solution. المحاليل الغير مشبع. شبه هالمحاليل غير مشبع. is the solution. هي المحاليل. which contains less. ماذا مو غير مشبع. يعني كمية المذاب قليلة. اوكي. which contain less amount. كمية قليلة. of the solute. من المذاب. اوكي. اوكي. that is required. اللازمة for saturation. for saturation. بمعنى بكمية اقل من المذاب. اللازمة للاشباع. يعني بعد يستوعب اكثر. اوكي. at the particular temperature. and pressure. في ضغط وحرارة محددين. particular temperature and pressure. اوكي. نعيده على السريح حتى نحفظه. unsaturated solution. is the solution which contains less amount of the solute. كمية قليلة من المذاب. that is required. اللازمة for saturation. للاشباع. يعني كمية المذاب. اقل من اللازمة للاشباع. الشوقيت عند درج حرارة وضغط محددين. at the particular temperature and pressure. بالنسبة لها المحالين. شنو اللي يجيك بيها. شوين تبه عليه. اما تعريف. انو عرف unsaturated solution. or supersaturated or saturated. اما تعريف. او compare. يجيك السؤال compare. مثلا. between مينو عند مينو. compare between unsaturated and saturated. or compare between saturated and supersaturated. فانت كل واحد طبعا. هم من يقول لك تعريف compare. بمعنى نفس الشي. بمعنى نفس الشي. انو اقارن. او عرف. عرف الansaturated تكتب الياكل تلك ليش. والثاني حيكون هيتش. اوكي. لان هنا ما عندك مثلا النقاط وتعدد هاي النقطة الاولى هيتش. هاي النقطة الاولى هيتش. هنا لا. بس اذا قل لك compare between them. ضد تعريف هذا. وتحته تعريف الثاني. اوكي. هاي بالنسبة لي انواع المحالي حسب الاشباع. يعني حسب درجة الاشباع. اوكي.